ما عافش عارك أنا صح أو لا بسلح لي كده الرجالة فعلاً خمسينات وستينات بيرجعوا يبقى منزل بيبياس الصغيرة ويقعد تخيل إن إحنا كورينا ضده يعني مثلاً هو اللي قدر الله عنده السكر فأنا بقول لك ما تكونش حالاً ده ما نعيني من الأكل تلو يقعد مع الناس فضيحنا فده ما نعيني من الأكل ده ما بيقاكلوني عارف دي دي بتضربني دي مستني بس إن أنا أكبر عشان تعادي نضرب وسينية وانت ضحدي جبك أنا دستي لك على طرف فعرف أنت يعني أنا بشوف حتى ساعات أباط صحابي لا بأعداد حك ضحايا هو ده إيه ده سن ولا ده إيه يكلوا حاجة غلط ده صورة من صور الاكتئاب الخفي يعني ده اكتئاب مستتر بيظهر عند الناس الكبار في الستينات وفي الخمسينات بيظهر عندهم أعراض دي حاس إن أنا مهمش إن أنا مليش قيمة إن أنا مليش لزمة حاس إن أنا مليش حاجة في حياتي يعني ده الاكتئاب بيجي بعد ما بيكبره يا حرام بزرط بقى ما بقاش بقوته ووقف على رجله وصحته زي الأول فابي وشغله وعلاقاته يا ده بجد بيجي للرجالة فعلا نه طبعا ده ممكن يعيط من أقل حاجة يا دكتور مصطفى وغير لحد يعملوا حاجة بيبقاش جدا جدا بيبقاش طوالوقت إن هو مليش قيمة عن الناس اللي بيحبوهم فحاس إن هو حملة عليهم إن هو تقيل عليهم فعايز طوالوقت يستخبى فبيلومي ده ازاي طبعا ما نبقاش زي زمان من ساعة ما كلكم بقيتوا تشتغلوا ما بقاش ليه لازمة بتسمع بقى الكلام ده في بيوت طبعا طب هو مش ممكن يكون كده ولا هو مراته حسسته كده بس هو ده مش بيتكلم بقى هو خمسينات بس ده بيتكلم كده من أول ما تجوزوا متكلم كده علاقة مستمرة فيها كذا طفل لا هو اكتشف كده بعد ما رجعوا خالص من دبي واكتشف كل ده مش ممكن يكون حط شوية سبايسز هو أكيد حط كتير سبايسز من شوية حط كتير من سبايسز بعد رابطه بموجة الشاي جابت له غيبوبة هو موجة الشاي بيجيب غيبوبة موجة الشاي ممكن يجيب غيبوبة بس هو لو هو دخل في الغيبوبة ده أمهاتنا كلنا كان دعم موجة الشاي ده لو ما كانش يتريمي كده عليك ويلزق في الحيطة وإنت تجري ده يعني يا أمامك أصدقى جبلنا غيبوبة طبعا غيبوبة موجة عايز تخلص علينا أمهات عايز تخلص علينا بجد موجة الشاي يجيب غيبوبة ويلزق معلو خبطة يعني خبطة من الدماغ ممكن تعمل ده جدا جدا يعني في خبطات بسيطة ممكن تأدي الغيبوبة لو جزء معين في المخ يعني واحد يعني مش قادر أقولك مش من التطمن أقولك أيها السيد دكتور كريجيو يعني دكتور ممكن فعلا يكون القصة دي لا فعلا فيها جانب من الصحة طبعا واحد جدا يكون فيها جانب من الصحة وفيه أشخاص عمومة عندهم أذى يعني فيه ناس بتحب تأذي وبتعرف تأذي يعني يتفقى تضرب أبواب المكنس حتى لو كان بيمدي دعا ما مت حلو أبس هي شايفة عنف من الطرفين فهي تربت على العنف فاعتبرت العنف ده وسيلة تعبير بيقولك إلا كنت بعمل لها كل حاجة توره عمري لمراته بس هو الحاجة الوحيدة اللي حكاها في تعامله معها هو لما كان بيضربها يعني دي الحاجة الوحيدة اللي حكاها أنه بيعملها معها آه قالت له بس هو قالك قالت يا أنا مش راجل أكيد ما فيش راجل هيقبل على رجلته إن مراته حتى تقوله أنت مش راجل ما هيموتها بس ده بيقول إن صيغة من أفتحنا بيقول كده صحيح بس صيغة الحوار ما بينهم عامل ازاي يعني أسلوب الحوار ما بينهم وصل لأي مستوى إيبا فهو ده أنا موزج قولي انتبع انت شايفين إنهو فيه شكل بينهم مش بس خلاف يعني فيه فرق ما بيننا أنا نهاردة تخنق معاكي أو اختلف معاكي أو عندنا مشكلة ما بيننا نهين اللي قدامي أو أجرحه هي بتتعمد الإهانة في كلامها يعني ما هو تعمدها الإهانة معناها أنه ده مسموح به في النقاش يعني ما بيننا وبين بعد واحد صحي منهم أنت منزلتش فأنت مش راجل فده معناها أنه فيه تراكمات قبل القصة دي يعني ده مش أول موقف ما بينهم مش أول طريق التواصل